عشرون عاماً ونحن ننتظر رفع الحظر فرحة عراقية باستضافة أول مباراة رسمية من الفيفا في تصفية كأس العالم إلا أنها لم تكتمل قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم نقلت بموجبهم مباراة الإمارات والعراق من بغداد إلى الأردن ومن ثم إلى السعودية والسبب كما هو معلوم الظرف الأمني حيث ما زالت مدينة السلام غير صالحة لمتطلبات السلام القرار الدولي نزل كالصائق على الجماهير التي فدت العراق بهتافها الصاخب العراق المفدى بهذا الهتاف مستباح بالصواريخ الإيرانية هكذا رأت الفيفا الأمور ولسيما بعد القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل فلا مأمن هنا وخلف مدرجات الملاعب ميليشيات تصول وتجول في الشوارع وتطلق صواريخها متى شاءت وإلى أي مكان شاءت الاتحاد العراقي لكرة القدم يتحمل أيضا مسؤولية كبيرة عن تدهور القطاع الرياضي فهو شريك في منظومة الفساد ولم ينجح على مدى 20 عاما في رد الاعتبار للكرة العراقية وكان سببا في تراجع مستوى المنتخب الوطني الذي يعاني لعبوه ضغوطا نفسية كبيرة وعليه أن يكمل باقي مشوار تصفيات كأس العالم خارج دياره بسبب الصواريخ الإيرانية التي تريد أن تؤكد للعالم أن العراق ليس أهلا لإقامة أي نشاط رياضي أو غيره فرحة الجماهير بزهو الملاعب الخضراء بعد 20 عاما وإن لم تدم طويلا إلا أنها عبرت عن تعطش العراقيين لحياة هادئة بعيدا عن ظل إيران أو شبح أمريكا كنن الحبب يا الله كنن الحبب يا الله